بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة عندنا نطلب الصف الثاني السنة وإن شاء الله موضع 11 من كراسة المعصر ولكن دايما نكون لنا مع بعض اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة لكوشا نومبر وان ان انتنس دسترست فيلنج اوفير مينز ان انتنس دسترست يعني شعور مكسف بالتوتر والخوف او شعور بالخوف مينز انجويمنت اللي هو السعادة او المتعة انترتينمنت التسليه هورور الرعب طبعا هنا هورور اللي هو الرعب طبعا الأخيرة هاتورد يعني القرى هي حمزة is known for his brave situations حمزة is known for his brave situation معروف بمواقف للشجاعة the antinum of the word brave يعني عكس أو مضاد كلمة brave courageous يعني شجاع أو تشجيع تحفيز كوردري جبان ناتف محلي يعني بقبن أو جبان the chairman is a space a presentation about the company's latest sales the chairman give give a presentation يعني قدم عرض طبعا كلمة presentation بجمعها give أو made made a presentation أو give a presentation أنا عندي هنا give أمر has his mid-term exams these days so he is very طبعا عنده متحان عمر هذه الأيام relaxed مسترخي stressed متوتر طبعا هنا stressed يعني متوتر pleased مسرور disappointed محبط my little sister doesn't ask me to help her with her homework so she does it space herself طبعا أخت الصغيرة مطلبتش إن أنا ساعدها في الواقب لذلك هي she does it لأنها قامت بنفسها يعني إيه بنفسه طبعا هنا buy her own ولا at ولا in ولا on طبعا on her own معناه هنا alone يعني قامت بيه بمفردها on her own means alone my father likes reading the space of a magazine or a newspaper to see if there is something interesting طبعا my father likes reading the headlines اللي هي العناوين لكن هاتك ويرتر اللي هي مراكز القيادة my brother doesn't eat well after his operation I am afraid he will طبعا my brother doesn't eat يعني ما أكلش كويس بعد العملية I am afraid أنا أخشى he will invade يغزو miss يفقد أو يتو starve يموت جوعا طبعا هنا starve يعني يموت جوعا survive يعني يحيا أو يعيش a man is peace at the moment she is chatting with her friends طبعا a man is studying at the moment هي بتذاكر الآن هي بتدردس مع أصدقاء طبعا لا وطبعا لإما a أو d لأن at the moment present continuous يعني مفروض m is r زائد الفعل زائد i energy أنا عندي هنا is studying أو isn't أنا أخطر isn't studying لأن هي مش بتذاكر الآن هي بتدردش مع صديقتها how much is peace in the in three hours time how much is peace in three hours time how much you will write you طبعا how much will الأول will you have written in three times how much will you have written in three times طبعا هنا future perfect مدارع أو مستقبل تام مستقبل التام in three times أو مدة زمنية مستقبلية I used to play in the street in the past but now I I used to play أنا كنت متعور ألعب في الشارع في الماضي but now I don't I don't لي لأن أنا بنفي اللي هو الفعل الرئيسي play في المدارع فهي تنفى don't أو doesn't عشان عندي I هتبقى رمض December is the month is based Corona virus started in طبعا هنا when Corona virus started طبعا in لو رجعنا الجملة الأصلها December is the month Corona virus started in China in it in it يعني في الشهر ده معنى كده إن هي تبقى when يبقى هنا ضمير الوصل عشان أختار ما بين which أو when لابد أننا رجع الجملة الأصلها لو رجعنا الجملة الأصلها Corona virus started in China in December in بدل في in يبقى نختار when لكن لو قال لي it فقط كانت مفروض تبقى which لكن أنا قلت in it يبقى when students space المواصر English book after it had been available at the book shop the students had bought وعند هنا أفضل هنا had been يبقى هنا present هنا عايزين post symbol post يعني ماضي بسيط the student bought المواصر book after it had been available at book shop طبعا هنا bought يعني اشترى أفضل ماضي تم ماضي بسيط عندنا هنا السؤال المزيل have got يبقى haven't they haven't they عشان السؤال المزيل مسبت يبقى هنا السؤال الجملة الخبرية مسبتة يبقى السؤال المزيل من وعند هنا هب أو هزورات تصريف ثالث يبقى نستخدم مع haven't لأن present perfect ومضار عتم يعني هب أو هز أفعال مساعدة when I space the result of the final exam I was very happy طبعا هنا I was يبقى ماضي بسيط يبقى الجملة الأولى ماضي when I had told the result of the final exams I was I was لأنها باسف لما تم إخباري بنتائج الامتحان يبقى معنى كده أن أنا مش بغب لأ تم إخباري يبقى الجملة هنا باسف يبقى when I had been told the results of the final exam I was very happy يبقى when ماضي تام ماضي بسيط she is worried because her son is based for an important job she is worried يعني هي الآن because her son لأن ابنها is interviewing يعني بيتم محاولته has interviewed يعني تحاور was interviewed يعني بيتحاور مع is being interviewed طبعا هنا is being interviewed يعني بيتم التحاور معا يبقى she is worried الآن because her son لأن ابنها is being interviewed يعني يحاور معه يعني يجرى حوار معه الجملة هنا present continuous passive يعني مضارع يستمر في صيغة البسب شاكس بير was a great english writer whose plays were performed هتبقى هنا whose لأن عندنا plays اللي قدامنا دي ناوم اسم وليست فعل whose plays were performed فعل لجمنا عندنا where performed هنا وابلايز اسم مسرحياته تم تمسيلها all over the world أو تم قيم بأداءها all over the world يبقى هنا أجل حريتها نادا she is space some fruit in the garden بتعمل اي في الفروت الفكه tricking يخدا collecting طبعا هنا she is collecting يعني بتجمع فكهة من الحديقة sewing يعني طبعا يخيد donating يطبع لا she is collecting بنسبة عندنا البار 2 read the following passage then answer the questions a student passed all his school examinations and then went to a colleague يعني الطالب خلص امتحاناته أو اكتاز امتحاناته المدرسية and then went to a colleague وراح الى الكلية to continue his studies يكمل درسته there he enrolled in a course يعني enrolled in يعني اشترك في course in geography في but after the first lecture ولكن بعد المحاضرة الاولى he didn't attend anymore lectures يعني لم يعد يحضر باقي المحاضرات the geography lecturer noticed this student was always absent طبعا المحاضر الغرافية لاحظ ان الطالب ده لم يعد يحضر and always ودايما absent غائب and that he had changed to another course وانه غير لقسم اخر so he was very surprised يعني اندهج جدا to see the boy's name ان وجد اسم الولد on the list of the students في قائمة الاولاد who wanted to take the geography examination اللي هو هيمتحن at the end of the year في نهاية العام the lecturer had prepared a difficult examination paper طبعا المحاضر اعد ورقة امتحنية صعبة which he followed his lectures very closely يعني بتتبع محاضراته and he was eager to see how this student answered the questions يعني كان شغوف انه يعرف او يعرف الطفل الولد هيقاجب عالاسئله ازاي او كيف يعني يجيب when he examined the answers يعني لما فحص الاجابات he found only one small mistake وجد اجابة واحدة خطأ فقط so he sent for the student ارسل للطالب and told him that he was curious to know how he was able to find only one little mistake although the student بالرغم للطالب came to the first lecture and he was absent from all the others وغائب باقي المحاضرات to his great surprise يعني الاشته the student told him that he wouldn't have made the mistake يعني لن يقوم بارتكاب او لم يقوم بارتكاب هذا الخطأ if he hadn't been confused اذا لم يروبك by his first lecture بمحضر بحضور المحاضرة الاولى يعني ما كانش يرتكب الخطأ ده لو كان ما حضرش المحاضرة الاولى هنا الاسئلة why was the lecturer surprised للمحاضر انداش when he saw the student's name لم وقل اسم الطالب to on the list في القائمة of the students wanting to take the exams اللي عزين يكتزل المتحان as the student as the student didn't like geography lectures يعني الطالب ده محبش محاضرات الجرافية as the student attended only one lecture الطالب ده حضر محاضرة واحدة as the student had changed to another course يعني تغير أو حول لمحاضرة أخرى the student only attended geography lectures يعني كان بحضر المحاضرات الجرافية فقط وهنا why was the lecture surprised له واندهش when he saw لما وجد the student's name on the list of the students wanting to take the exam اللي هو كان هياخو لتناول الامتحان as the student didn't like as the student attended only one lecture يعني حضر محاضرة واحدة فقط فاندهش انه يحضر الامتحان طبعا the student attended only one lecture لأنه حضر محاضرة واحدة فقط is based in the synonym of enroll enroll يعني يدرج اسمه معنى register يعني سجل اسمه معنى register يعني سجل الاسم the student mentioned in the passage الطفل أو الطالب اللي ذكر في القطع مصطح من لابد ان هو احمق طبعا يعني ممتاز يبقى وفقا للطالب أو طبقا للطالب هو حضر المحاضرة الاولى لذلك هو ارتكب الخطأ ولا بالرغم من ذلك ارتكب الخطأ طبعا هنا لذلك بالرغم من لانه ارتكب الخطأ بالرغم من لا لذلك ارتكب الخطأ طبعا التعلم في الجامعات مختلف عن التعلم فين اتسكول ديفرنت فرم المحاضر المحاضر wanted to space the student by his difficult exam wanted to punish يعقبه بامتحان صعب طبعا punished يعني يعقبه بامتحان صعب بعض المعلمين بيقوموا بإقراء امتحان صعبة to make students learn less يتعلموا أقل give students more experiences يكتسبوا تجارب أو خبرات أكتر miss miss lead all the students يسيئهم قيادة الطلاب kill students يعني يقتلهم الطلاب لا طبعا make students learn less يتعلموا أقل give students more experiences طبعا to make students or difficult exams to give students more experiences يعني يخلهم يكتسبوا مهارات أو خبرات أكتر it's a space for university students to attend the lecture it's useful useless غير مفيد waste of time مهضر الوقت it's useful طبعا it's useful يعني المفيد أن الطالب يحضر المحاضرات بتاعته بالنسبة عندنا لpart 3 translation translate into Arabic it's known من المعروف that a mistake إن الخطأ is an action يعني حدث أو فعل or an opinion أو رأي that isn't correct يعني ليس صحيح producing unwanted بينتج عن results نتائج غير مرغوبة making mistakes ارتكاب الأخطاء is something ordinary يعني شيء عادي but it isn't ordinary ولكن ليس عادي to repeat it أن تتكرره الماء هو أصل الحياة على الأرض وهو من أثمن السوائل الموجودة على سطحها فهو يمكن الجسم الإنسان من العمل بشكل ملائم كما أنه يساعد على تنقية الجسم طبعا عندنا cooperation in our life طبعا ده موجود عندنا على القناة ممكن نرجع ونسكر وتعلم وبعد نشوف translation مرة أخرى من المعروف أن الخطأ هو إجراء أو رأي غير صحيح ينتب عن نتائق غير مرغوب فيها فإن ارتكاب الأخطاء أمر عاني ولكن ليس من المعتاد تكرار هي مرة أخرى من نسبة لترانزليت انتو انجليش Water Water is the origin of life يعني أصل الحياة is the origin of life on earth على الأرض and it is one of the most precious liquids واحد من أثمن السوائل on its surface على سطحة Again Water is the origin of life on earth and it is one of the most precious liquids on its surface ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم مع تمنية الجميع بالتفاق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته